مساء الفل ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير فيديو النهاردة فيديو عن الستريتش رول او كلينك فيلم انت لو عندك قطعة منه هترتحي طور رمضان هتعمليني بايه اول حاجة هو معنا طبعا انتوا عارفين هو من اي مكان من اي سوبر ماركت كنتوا سألتوني قبل كده عن لما عملت الشفاط من برة خالص اللي هو الحديد ده اللي برة بعمله ازاي اول حاجة انا بافصل الكهرباء بتاعته بشد الكهرباء لان هو بيبقى طالع فيه طالع منه سلكين وفي الحيطة سلكين بافصل الكهرباء بتاعته تاني حاجة فيه مسامير اهي زي انتوا شايفينها دي انا بفكها خالص بس خلاص الحاجتين دول عملتيهم هو فيه مصمرين بس انا مصمر ضايع فيه مصمر واحد بس عملتيهم خلاص تروحي شدا كده هيطلع معاك من غير اي صعوبة وانا كنت نضفته معاك قبل كده وشفتوني نضفته ازاي ده بيبقى اكتر حاجة في المطبخ بتلم دهون انا بقى طلعته اهو خلاص عشان انتوا سألتوني كتير هعمل ايه هجيب كلينج فيلم ده انا قررت يعني وفعلا دي احسن حاجة وواحدة برضو قالتلي عليها قبل كده احسن حاجة تعمليها اللي انت تغلي فيه فانا قررت اغلفه بالكلينج فيلم عايزة تغلي فيه بالفويل اوكي بس ده بيلزق اكتر ده بس انت تعملي ايه تبلي بالمية تبلي كده بخخة مية وتروحي جايبه بقى من كده من بره من جوه تبلي كده مية وتروحي مغلفه هيبقى معاكي تحفه هتشوفوا دلوقتي هو شوية هيغلبك وهو بيتغلف علشان خاطر هو تعمليه مش هتغلي فيه كله مرة واحدة هتغلي فيه ريشة ريشة ريش دي اسمها ريشة تمام هتعمليه بقى من جوه كويس ومن بره هيبقى معاكي حلو جدا زي ما انتوا شايفين اهو ركبته الاول من بره وبقى كده ركبته من جوه هتعملي كده في التلت ريش زي ما انتوا شايفين اهو غلفته اخد معايا شوية يعني ما فيش خمس دقيق بس تغلف ومن بره اهو هيفتح هوريكو بقى هركبه ازاي هيفتح معاكي بمنتهى السهولة هتروحي عاملة ايه اهو زي ما انتوا شايفين اه ده في الاخر وكمان عايز اتغلفي اللي هي المروحة بتاعته والغطى والغطى الكبير تمام اوكي انا بقى بالنسبة لي دول انا بفكوهم كده واعملهم على طول اول بول بصراحة عمر ما تبهدل عندي لانه اول بول بعمله بس الحديد ده كل يعني سنة لما بعمله بصراحة وبجيب حد كان يعملهولي بس انا عملته المراضي الوحدي هتركبك برضو المصمار تاني وحتروحي مركبة السلكين في بعض زي ما انا وريتك زي ايوة اهو وركبته بصه بتفتح الرياش عايزي جدا مفوش اي حاجة مفوش اي صعوبة معاكي وكمان ولا حيدخلك اي حشرات ولا حاجة لانه هو متغلف صح اهوش تغل معاكي حلو جدا بعد كده تلمي بقى الكلين في الموتر مي تاني حاجة معايا واللي بكرهها قوي 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 ازاست الزيت الكبيرة دي بكره ايه مش بكرهها هي بكره اللي هي عطول بتزيت من ايدي كل شوية زيتلي طبعا بتغدي زيت فانا قررت اللي انا برضو هغلفها ومهما بخسلها ما بترجعش بتبرق زي غلزم بقى اعملها بمية سخنة وكده وافضل بقى ايه اعملها بالفرشة بالسلكة فقررت اللي انا اغلفها ومش باينة خالص والله ما بنيتش خالص اكنها الازازة وكل وقت يعني كل مدة كده اروحش هي لكلين فيلم رمياء وغسلها غسلة كده بسيطة وحطاها تاني وبصي تقصي من حتى واحدة جديدة يعني تقصي لتحت بصو مش باينة خالص حلوة جدا عايزة تحطي الخل كمان اوكي ما فيش اي مشكلة بس انا الزيت هو اللي بيبقى زيت قوي البرطمانات اللي بتبقى في الدولاب من جوة لو انت عندك برطمانات في الدولاب من جوة لما بتيجي تشتغلي بتجيبيها على طول كل شوية وتحطي بقى منها وإيدك بتبقى مش نضيفة حتى لو حاولت بقدر الامكان تخسلي ايدك برضو وفيه كده بسرعة ساعات بتتلخمي ايدك بتبقى مش نضيفة بتمسكي البرطمان ما تحاوليش ما تقول ليش لأ انا عارفة لازم بنمسك البرطمان ونبهدل البرطمان ونقعد نخسر في البرطمان لا انت بقى كده غلي فيهم قبل رمضان بزيت غلي في بقى كل حاجة كده وبعد رمضان ان شاء الله شلي كله ورميه وحطي تاني لو حبه يعني بس بجد هيحفظ لك البرطمانات جدا وحيرياحك جدا من كل شوية غسيل في البرطمان تمام؟ لان البرطمانات دي لما بتزيت برضو بتبقى عايزة مجود ومية سخنة في الغسيل حلو كده يعني اللي جاي بقى ده الكمبلة اللي عنده شباك فوق البتاجاز مشكلة زي اللي عندي يعمل الموضوع ده بسرعة بصو بسرعة انا قررت اللي انا برضو من كتر الشباك ما دايقني وفي ناس كتير برضو قالتلي يا غدا اغلي فيه وكت برضو طنشة قررت قبل رمضان وعملته اللي انا اغلي في الشباك اغلي في الشباك يا غدا ازاي؟ اه غلفت الشباك وتحفة بصوا بقى هاجيبه كلينج فيلم لانما انت هاجزة تغلي في نصه اوكي عايزة تغلي فيه كله انا غلفته كله الناحية اللي هي دي لما بفتح الشباك طبعا على طول فتحه فبيتبهدل من البتاجاز فبصوا وقفت بقى وغلفته وخليته جميل هتقولولي طب الشكل باين هو شوية باين اللي هو في كلينج فيلم هتشوفه في الاخر اهو بس مش مشكلة انا عندي مش مشكلة بس انا عندي كل شوية بعد اخسر الدهون فهي دي طبعا بالنسبة لي هي دي المشكلة الكبيرة اللي هو بيدهنن بصوا الشباك من كتر ما بعمله بالسلكة اتقشر يعني انا كل شوية احط عليه منظفات ويعمل بالسلكة وبالفرشة وكده اتقشر فطبعا علشان منعا بقى للتأشير ومنعا بقى لصحتي اللي دعت في الشباك طول عمري كررت وقلتولي انقل البتاجاز ما نفعش ما نفعش انقل البتاجاز لازم اغير المطبخ كله لو ادولي بقى ربنا يسهل الامور وغير المطبخ وبعد كده اغير مكان الشباك لا ما كان البتاجاز بصوا اهو خلفتوا كله بقى بتجي من فوق بتبلي الشباك مية الاول تبلي مية وتروح يجيب بقى من فوق ونازلة بقى بالستراتش كده شايفين تنزلي كده بيه هايبقى ايه جميل جدا اهو ده انا فرحانة اكتر حاجة بالشباك ده والله العظيم المهم يعني هياخد وقته معاك زي ما انتم شايفين اهو وتروح يشده من تحت كده معاك 100 مية اه اخد وقته وترمي بقى وتحطي تاني الايدين التلاجة الحتة بس اللي انت بتفتحي منها مش لازم الايدين كلها الحتة اللي بتفتحي منها هتغلي فيها برضو بالكلينفين حيريحك جدا اهو زي ما انتم شايفين حتة صغيرة بس بتاعت الفتح كده مش لازم من كل الايد ده هيخليكي مش كل شوية عمالة تخسلي برضو في ايدين التلاجة وتبقى نظيفة معاك الكارسة بقى اللي هو جنب البتاجاز بصوا بقى جنب البتاجاز عندي طبعا جريت البتاجاز وانا ملضف بقى التنظيفة بتاعت رمضان بقى وكده جريت البتاجاز وروحت حطه بقى لقيت بقى بلاوي رحت بقى ايه مسحاة وعملاة وحتى كلينفين عايزة ده اوكي في حل تاني حوارهولك دلوقتي كمان مش عايزة كلينفين وعايزة تحطي معايني ده برضو حلو وشكله حلو عايزة تحطي عارفين انتم الستيكر الفضي اللي حوارهولكو دلوقتي ده بصوا لزق لازم تبلي بالمية انا طبعا غسلت الدولاب وتقشر اهو عايزة من كتر الغسيل برضو بيتقشر ولازم تختليه بالمية حيلزق معاك على طول تروحي جايبه بقى السلفر ده اللي هو الستيكر اللي بيلزق وتروحي لازقك كده حتى لو عمل هوا وكده مش مشكلة هو مش بيبان هتروحي ايه مركبه كده جنب البتاجاز حلو جدا حتشيله وترميه حاجة تانية معانا هي ايدين الفرن طبعا انا كنت اول واحدة في اليوتيوب عملت عيون الفرن ودي انا متأكدة منها والحمد لله كل القنوات عملتها ايدين الفرن بقى ايدين الفرن معانا بنده نفتح ونقفل بتاخد مننا برضو بهدالة وكده الفرن بتبقى جميل جدا وهو الفكرة جميلة والعيون برضو ممكن تعمليها انا مش عاملها بس ممكن تعمليها يارب يكون الفيديو عجبكو ويرب يكون افكاري عجبتكو واستفدتوا منها وقومي بسرعة عامليها وكل سنة وانتو طيبين واشوفكم في فيديو جديد ما تنسوش اللايك سلام عليكم باي باي